ناقش الرؤكون أبو بكر حسين السالم، محافظة محافظة أبيان بزنجبار مع قيادات الجمعية السماكية والإتحاد السماكي بالمحافظة أولويات العمل التعاوني السماكي، الذي يعد الركيزة الأساسية لعمل أكبر شريحة المجتمعية بالمحافظة والمعتمدة على صيد الأسماء كوفيلق الذي حضره مدير عامة المصائد السماكية بالمحافظة صادق حمامة ومدير عامة شويلة اجتماعية الدكتور فيد المنذوق الدكتور فيد المنذوق ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار عبد المجيد الصلاحي والأمين العام للاتحاد العام التعاوني السماكي خليج عدن عدنان مراد وعدد من مدراء الادارات من مكتب المصائد السماكية بالمحافظة استمع المحافظة إلى الصعوبات التي تواجه الصيادين واحتياجاتهم الأساسية من توفير البنية التحتية ومساعدة الجمعيات السماكية في عملية تنظيم الأسعار وتحصيلها من الجمعيات وحل مشكلة الاتحاد السماكي بالمحافظة باستكمال انتخاب قيادة الاتحاد بالمحافظة من جانبهم تحدث الأخوة مدير عام المصائد السماكية بالمحافظة ومدير عام الشهر الاجتماعية بالمحافظة والأمين العام للاتحادي التعاوني السماكي خليج عدن عن هموم الجمعيات والصيادين وضرة التوافق بين الاتحاد والجمعيات السماكية لحل مشاكل الصيادين ولحل مشاكل الصيادين وتحدث المحافظ بأن قيادة المحافظة لجانب السمكي اهتماما بالغا وتتابع عملية تطوير عمله من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة وتتابع تنفيذ بناء السوق المركزي والثلاجة الخاصة بحفظ الأسماك الذي سيتم تنفيذه بتكلفة تسمية ألف دولار ومتابعة تنفيذ وتجهيز ميناء شقرة منويها أن تنظيم الأسعار وتحديد النسب المناسب على منتجات الصيادين ستعطى الصيادين الدفعة القوية لزيادة إنتاجهم وتحسين ظروف معيشتهم